كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة قنبلة هيدروجينية والعالم يستنفر وفد صعودي في تهران بعد العيد عرب ديبلوماسية بين أمريكا وروسيا أهالي العسكريين ينتظرون نتائج الفحوص اليوم نحن نطالب نجد التحقيق سواء برلماني أو عسكري توضح كل التفاصيل أهلا بكم في نشرة الظهيرة من قناة الجديد وأطحى مبارك بانتظار أن تعلن قيادة الجيش نتائج فحوص الحمض النووي لجثامين العسكريين الشهداء جدد المدير العام للأمن العامل وعباس إبراهيم تأكيده أن هذه الجثامين تعود للعسكريين لكنه لم يعطي موعدا لإعلان النتائج فيما توقع الأهالي أن تظهر يوم الثلاثاء وفي المقلب الآخر من الكوكب استفاق العالم اليوم على أعلان كوريا الشمالية أنها طورت قنبلة هيدروجينية تتميز بقوة تدميرية كبيرة يمكن تحميلها على صاروخ فاليستي عابر للقارات وأن كيم يونغ آن تفقد بنفسه عملية تطوير القنبلة وقد سجلت هزات مصطنعة تحت الأرض في منطقة حقل للتجارب النووية شمال شرقي كوريا الشمالية بلغت شدتها عشرة أضعاف الهزات المسجلة سابقا هناك ورجحت الحكومة اليابانية أن تكون الهزة ناجمة عن تجربة نووية جديدة لبيونغ يانج مؤكدة أن الهزات ناجمة عن اختبار نووي ودعت مجلس الأمن لجلسة طارئة وقد أثارت هذه التجربة النووية إدانات من الدول المجاورة والبعيدة ومطالبات بوقف تجاربها واحترام القرارات الدولية وتهديدها بتجديد العقوبات عليها واتخاذ إجراءات دفاعية نوعية إذن كوريا الشمالية تطلق قنبلة هيدروجينية وتتسبب بزلزال مرة جديدة تفعلها كوريا الشمالية وتنفذ تجربة نووية سادسة قنبلة هيدروجينية بقوة تدميرية كبيرة تم تجربتها بنجاح بأمر من الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي هي قنبلة مصممة لحملها على صاروخ باليستي عابر للقارات الذي طورته أخيرا بيونغ يانج وما يدل على قوة هذه القنبلة هو الزلزال الذي رصدته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بقوة 6.3 والذي شعر به سكان مدينة يانجي الصينية القريبة من الحدود مع كوريا الشمالية قوتها أكثر بعشر أو عشرين مرة من تجارب سابقة هذا الحجم هو المستوى الذي يجعل أي شخص يقول أنها تجربة لقنبلة هيدروجينية التجربة النووية الجديدة تأتي وسط تصاعد التوتر الإقليمي في أعقاب تجربتين لصاروخين باليستيين عابرين للقارات في تموز الماضي يمكنهما التحليق نحو عشرة آلاف كيلومتر مما يجعل العديد من مناطق البر الرئيسي الأمريكي في مدها التجربة الجديدة أثارت ردود فعل دولية على رأسها كوريا الجنوبية التي دعت إلى أقوى رد فعل ممكن أما اليابان فقد طالبت بعقد اجتماع لمجلس الأمن كما ندد وزير الخارجية الصيني بتجربة كوريا الشمالية وحثها على احترام قرارات مجلس الأمن الدولي الرئيس الفرنسي دعا بدوره إلى الرد بأكبر قدر ممكن من الحزم على تجربة بيونج يونج أما وزارة الخارجية الروسية فقالت أنها تشعر بقلق عميق وأن الاختبار يشكل تحديا للقانون الدولي ويستحق الإدانة بينما اعتبرت الأمم المتحدة أن تجربة كوريا الشمالية النووية مؤسفة للغاية أجرت إيران تجربة لنظامها الجديد المضاد للصواريخ باور 373 الشبيه بنظام S300 الروسي والذي سيدخل الخدمة بحلول أدار 2018 بحسب ما نقل موقع التلفزيون الرسمي الإيراني عن قائد الدفاع الجوي وقال الجنرال فرزاد اسماعيلي أنه تم إنجاز النظام كاملا والانتهاء من الاختبارات وأضاف اسماعيلي هذا النظام صنع بالكامل في إيران وبعض أجزائه مختلف عن S300 موضحا أن الإيرانيين يريدون استخدامه بالتوازي مع نظام S300 الروسي أوضح المدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم أن دوره وهدفه كان استعادة جثمين العسكريين وقد حققه بأقل خسائر ممكنة فهو كان أمام مأساة وعليه إقفال الملف وعن نتائج فحوص الحمض النووي قال إن الأمر علمي بحت ويعود لقيادة الجيش تحديد توقيت إعلانه وأجزم مجددا أن الجثامين تعود للعسكريين المخطوفين وقال على المستوى العسكري أصبح تهديد داعش وراءنا لكن هذا لا يلغي إمكانية تعرض لبنان لأي عمل أمني الأمر بات أصعب وإمكانية كشفه أصبحت أسهل وعن ملف مخيم عين الحلوي قال يجب إقفاله لأنه يشكل ثغرة أمنية داخل الجسم اللبناني والفلسطيني وعبر عن استعداده للقيام بما هو مطلوب منه في التنسيق مع الجانب السوري مشددا على أن قرار التنسيق بين الحكومتين واستكمال العلاقات مع الجانب السوري يعود للحكومة اللبنانية وحدها ولفت إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون كان الموجه الأساس على مستوى استعادة الجثامين والتنسيق كان قائما بين الرئاسات الثلاث وكانت على علم بما يجري نقلت صحيفة الحياة عن أهل العسكريين أنهم يتوقعون صدور فحوصات الـ DNA بعد غد ثلاثاء وأشار مصدر وزاري إلى أنه تبلغ أن فحوصة الـ DNA أدت حتى الأمس إلى التعرف إلى جثامين سبعة من العسكريين اللبنانيين اللواء أشرف ريفي من منزل عائلة العسكري الشهيد إبراهيم مغايت يطالب بلجنة تحقيق لمعرفة ملابسات صفقة العار زار الوزير السابق اللواء أشرف ريفي عائلة العسكري الشهيد إبراهيم مغايت في بلدة القلمون معزيا باستشهاد ابنها وبعد اللقاء أبدى ريفي عن صدمته بالتطورات التي حصلت في اللحظات الأخيرة من معركة فجر الجرود مشيرا إلى أن الدولة اللبنانية باتت أمام مشهد مخجل بعد صفقة التبادل التي أبرمها حزب الله مع تنظيم داعش شفنا مشهد بجرود عرسيل مخجل على مستوى السيادة اللبنانية الدولة اللبنانية بسلطة سياسية تتفرج والحجد الشعبي اللبناني يقاتل وكأن الدولة اللبنانية هربت من مسؤولياتها ودفنت رأسها في الرمال اليوم نحن نطالب لجنة تحقيق سواء برلمانية أو عسكري توضح كل التفاصيل كيف توفرت المعلومات عن استشهدهم من الخب المعلومات وشو اللي صار حتى أخرجوا المتهمين والقتل والمجرمين والإرهابيين من لبنان بكل أسف نعوش رفاد الشهداء اجت بنعوش خشبي والقاتل طلع الحقيقة ببساطة للمهدي مبردة وهرب إلى أماكن آمنة لن يقبل الشعب اللبناني شي اللي صار هاي صفقة العار هاي فضيحة العصر وسيحاسب من قام بها مهما كله في الأمر من جهته قال شقيق العسكري الشهيد إبراهيم مغايت نظام مغايت أن اللواء أشرف ريفي يتابع القضية منذ اللحظة الأولى وكان متواجدا منذ البداية في خيام الاعتصام سيادة اللواء أشرفي في امتابع الموضوع من أول لآخره من أول يوم وهو اللي كان موجود معنا بعدة مناسبات حتى على تسترات بالخيام وحتى كنا نعوز نتصل فيه كان على طول على اتصال ومستعد لأي شي كان إذا بيقدم إيجابية بها الملف وقدام وسائل الإعلام حكيها وما خبه شيء ما في شيء عنده مخبه سيادة اللواء ونحن أكيد نتشكره على وقفته بمواساتنا وهو حاليا بين أهله وناسه وأضاف مغايت إلى أن أهالي العسكريين بانتظار بيان رسمي يصدر عن قيادة الجيش يتضمن خلاصة نتائج الحمض النووي وموعد تسليم الجثامين بعد القاصل نجاحات في استقصال الإرهاب أهلا بكم من جديد أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أن بلاده حققت نجاحات كبيرة في استقصال الإرهاب وتجفيف منابعه وقال خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة الحج في قصر ميناء اليوم لقد سعت أذرع الإرهاب للنيل من المقدسات ولم تراعي الحرمات لكن المملكة وبالتعاون مع أشقائها وأصدقائها حققت نجاحات كبيرة في استقصال الإرهاب وتجفيف منابعه بكل حزم وعزم ودون هوادة دخلت ساعة أذرع الإرهاب للنيل من المقدسات ولم تراعي الحرمات ولكن المملكة بفضل الله وعونه بالتعاون مع أشقائها وأصدقائها حققت نجاحا نجاحات كبيرة في استقصال الإرهاب وتجفيف منابعه بكل حزم وعزم ودون هوادة بداية حل للأزمة القائمة بين السعودية وإيران عبر تبادل الوفود الدبلوماسية أعلنت الخارجية الإيرانية إصدار تأشيرات سفر لديبلوماسيين سعوديين لزيارة سفارتهم في طهران وقنصليتهم في مدينة مشهد مرجحة على لسان المتحدث باسمها بهرام قاصمي أن الزيارة ستجي بعد انتهاء موسم الحج وربطا لفتت مصادر صحفية إلى أن وفدا دبلوماسيا سعوديا سيزور طهران بعد عيد الأطحى لتقييم الأضرار التي لحقت باستفارة السعودية فيها ونقلت عن مصدر مقرب من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الزيارة التي كان مزمع إجراؤها منذ شهرين أجلت إلى موعد آخر بسبب خلافات حول برنامج الوفد ولقاءاته بالمسؤولين الإيرانيين فالوفد السعودي كان قد طلب لقاء مع قضاء ومسؤولين مكلفين بمتابعة قضية الهجوم على استفارة والقنصرية السعوديتين وجاءت فترة التحضير لموسم الحج هذا العام لتقلص الخلافات بشكل ونحوظ بين الطرفين وقد تجلى ذلك في مباحثات مشتركة عقدها كل من الوفد التبلوماسي القنصلي الإيراني الذي زار الرياض ومنظمة الحج الإيرانية مع الجانب السعودي للتوصل إلى حل بعض الخلافات بين البلدين وقد رفع التقارير إلى السلطات في طهران أكدت أن الموقف السعودي كان إيجابيا جدا هذا فيما أشارت المصادر إلى تجهيز إيران وفدا تبلوماسيا سيزور الرياض بعد زيارة وفدها لطهران كأمل ليكون ذلك بداية لحل الخلافات بين البلدين عبر قنوات اتصال مباشرة عوضا عن الاتصالات التي تجري عبر الوسطة يواصل الجيش السوري عملياته في ريف الرقى الجنوب الشرقي ويسيطر على قريتين تل العبد والحيرة ويقع قتلى وجرحى في صفوف داعش كما يحكم سيطرته على مسافة 12 كم من طريق السخنة دير الزور تبدأ من وادي الضوايحك حتى قرية هريبشة قرب الحدود الإدارية لدير الزور ونشر الإعلام الحربي صورا تظهر مشاهدة خاصة من إغارة الجيش السوري على مواقع داعش في محيط تلة علوش بريف دير الزور ومع تقدم الجيش السوري باتجاه عقير بات وسيطرته على مناطق عدة بريف حما ومع تضييق الخناق على داعش أقدم انتحاريون في ناحية على تفجير سيارتين مفخختين فيما ارفرت المجموعات الإرهابية في السيارة الأولى أثناء عملية تقدم الجيش أما السيارة الثانية فانفجرت في قرية جروح التي سيطر عليها الجيش مؤخرا من دون وقوع ضحايا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن قوات الجيش السوري وبدعم جوي روسي تواصل محاصرة وتضييق الخناق على مسلح داعش بالقرب من بلدة عقير بات كما أشارت إلى أن الجيش السوري بدعم من الطيران الروسي يتقدم بنجاح باتجاه دير الزور لفك الحصار عنه أشار وزير الخارجيات التركي مولود جاوش أوغلو إلى أن الأوضاع في سوريا خلال العام الحالي أفضل من الأوضاع التي كانت سائدة العام الماضي وأوضح جاوش أوغلو من أنطاليا في جنوب تركيا أن بلاده تعمل من أجل تحقيق وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في سوريا وأضاف أن المسؤوليات الملقاة على عاتق السلطات التركية لا تنحصر في العمل على تطوير البلاد فحسب بل في السعي من أجل إحلال السلام في المنطقة أهلا بكم من جديد أمريكا تقتحم قنصليات روسيا في مدنها وموسكو تتوعد بالرد بالمثل تشهد العلاقات الروسية الأمريكية توترا غير مسبوق في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن طلبت السلطات الأمريكية إغلاق بعثات ديبلوماسية روسية في ثلاث مباني في سان فرسيسكو ونيويورك وواشنطن كرد على خفض موسكو الوجود الدبلوماسية الأمريكية في روسيا وقد بدأت السلطات الأمريكية إجراءاتها فاقتحمت القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو بعد إخلائها من قبل ديبلوماسيين الروس واستكملت خطواتها من خلال موظفي خارجيتها وفرق الأمن فحاصروا مقر الملحقية التجارية الروسية في واشنطن واستدعوا خبراء فتح الأبواب لاقتحام المبنى بعد أن دخلوا حرمه الرئيسي ونشرت وزارة الخارجية الروسية على حسابها الرسمي على فيسبوك أكثر من فيديو قالت إنه لعملية تفتيش مبنى القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو من قبل الرجال من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأكدت أن موسكو تحتفظ بحق اتخاذ تدابير ردا على تفتيش المقر الرسمية الروسية في أمريكا وبناء على مبدأ الرد بالمثل وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن التفتيش المقرر للمباني الدبلوماسية عملية عدائية غير مسبوقة موضحة أن على الولايات المتحدة انتكف عن انتهاك القانون الدولي وتطاول على حرمة المرافق الدبلوماسية الروسية وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف توعد الإدارة الأمريكية بأن بلاده ستتخذ موقفا تجاه إغلاق واشنطن مقارة دبلوماسية روسية لكن فور انتهاء موسكو من تقييم القرار الأمريكي وتأتي هذه الإجراءات على خلفية فرض واشنطن عقوبات ضد موسكو إثرى مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة فيما كانت روسيا قد طلبت في تموز الماضي من الولايات المتحدة تقلص عدد موظفي بعثتها الدبلوماسية في روسيا تتأهب الصين لاستضافة أكبر منتدى أعمال لمجموعة البريكس في مدينة شايمين جنوب شرقي البلاد ابتداء من اليوم وحتى الرابع من أيلول سبتمبر الجاري وقد وصل الرئيس الروسي بلادمير بوتون إلى الصين للمشاركة في فعاليات القمة التاسعة لدول مجموعة بريكس التي تبدأ مساء ومن المقرر أن يفتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ المنتدى بإلقائه كلمة وصفت بالهامة ومن المتوقع أن يشهد المنتدى مشاركة 1200 شخص وهو رقم قياسي لعدد المشاركين وسوف يركز المنتدى الذي يحمل عنوان بريكس شراكة أقوى لمستقبل أكثر إشراقا على التجارة والاستثمار والتعاون المالي والاقتصاد الأزرق كان في النشرة كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة قنبلة هيدروجينية والعالم يستنفر مفدون سعودي في طهران بعد العيد حرب ديبلوماسية بين أمريكا وروسيا أهالي العسكريين ينتظرون نتائج الفحوص اليوم نحن نطالب نجنة تحييق سواء برلمانية أو عسكريين توضح كل التفاصيل ختم نشرة الظهيرة شكرا للمتابعة لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تيفي على الفيسبوك الجديد أونلاين وعلى تويتر الجديد نيوز ألقاكم في النشرة المسائية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر